طيب انت دخلت الوقت يبقى في قيمة الأجر بالنسبة للفنانين وبدأ ستقول عبدالحليم كان بياخد انت خدت كم في الفيلم ده؟ فيلمي قاني فيلم؟ ستين جنيه وده كان كمان ايه حاجة كبيرة قوي ستينات طبعاً كان مدير انتك بيقولي هتاخد ثلاثة جنة طلو ايه بتعرف ايه انا مش موطر بتاع السميع اني رمسيس نجيب ده انتواخد أجر عبدالحليم في ثلاث افلام طبعاً ده كان حاجة فقد يا رمسيس نجيب قال لي يا حبيبي ها لك في ايه؟ لأ عليك التفلي بس لا بتتكلم وبعايا ابويا بس انا بتكلم لأ عليك 40 جنيه قاني طبعاً عايز كم يا حبيبي وتقول لا عايز 50 جنيه على الان قال لي يا خوني خلط 60 جنيه امدي او كلي مابا اي امدي عايزينك عايزينك عشان عايزينك لأ كان مبلغ انا واعرف ان هذا الفيلم كده كنت تضبط اكتر من كتير واشاعة حب هكت في كم؟ في اليوم خمسة جميع كنت باشتغل ساعة تاب اليوم يومين بعشان جميع اشتغلت كم يوم؟ يومين بعشان جميع بس الكلام ده بيضيف للإنسان يعني انا اشتغلت في زاعة بوندوس على قلبك كنت باخد في الحلقة خمسين قرش وكان برد علي باخد ١٢ جنيه عشان كبير وانا كنت اتفع صغير ورغم بزاعة كنت ادفع من جيبي عشان ده ساعة القلبك إشهار طب النهار ده بقى وانت شايف الأعمال الدرامية والسنما يعني حابب ترجع تاني وإيه الأفلام اللي علاقت معك مؤخرا جديدة؟ هو فيه طبعا أفلام كويسة جدا مش كل شيء سايق ومش كل شيء يعني فيه حاجات كويسة جدا شفتها وأفلام جديدة قدر تشوف الأفلام الكوميدية بنفس القيمة اللي يمكن كنتوا بتقدموها زمان يمكن فرص شوية أو أوفر شوية بس أوفر اللي خليك انت عارف فيه كوميديا متقسمة كذا حاجة منها كوميديا البالس البالس دي الأفر شوية اللي فيها تنطيج فيها يوقع ويتحقوا عليه يعني نوع رضيء من كوميديا لكن فيه حاجات حلوة جدا وفيه ناس مبداعيل جدا وبس أنا اللي حصل بعد ما طلعت عن معايش مش رجل أخبط على حد إيه اللي بيكلمني بروح لو ما فيش ما تكلمنيش أو ما عرفنيش حمدوك خلان لأن أنا مش صغير صحيح لأ طبعا لن تتخفز مكانتك طبعا الحمد لله طبعا أنا معاك مبارك الله يرحمه أنا نسيت قبل مبارك ما يمشي يعني 2010 أهلا فالحمد لله واخدت تقديرات كثيرة الحمد لله منها في توفزون مصري دكتور عبد قدر حاتم كنت أنا وصفاء وصفاء الوسام اللي احنا شايفينه ده آه الوسام ده ده وسام التميز والشارة ده وسام خدته من وزارة التعليم الشباب كنت من علم أولاد وعلمه إزاي ما يصله أصلا أنا في الحاجات الاجتماعية بحب أشتغل فيها لأن النوع من أنا مش يعني الحمد لله مش مضار عن مادة لأن أنا زوجتي إنسان محترمة ومعندهش تطلعات عالية فمش مطلباني ربنا يبركلكم بعض يا ربنا أتليكم بعض يا شايفاني دي وقت متسجيني أكيد طبعا أكيد طبعا ربنا يخلي هالك يا رب أهلا وسهلا انت خايف تروح أكيد دم انت خايف تروح شايفتون كده يا ربنا يخليكم بعض يا رب مشكرين جدا انشرفتنا ونورتنا ترجمة نانسي قنقر